العلاقات المصرية اليابانية والزيارة كانت محط اهتمام محلي ودولي وأيضا عربي لأنه أيضا بيأتي في فترة من الزمن طبعا بيشهد فيها العالم إعادة تموضع لكثير من القوى الكبرى وأيضا تدعيات لكثير من الأزمات الدولية وفي صدرتها طبعا الأزمة الروسية الأوكرانية وكمان ما يتعلق بالأزمات الاقتصادية اللي بتضرب هنا وهناك كجزء رئيسي من دعايات الحرب الروسية الأوكرانية فخلينا نقول لكم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى حوار صحفي مع رئيس التحية الدوري لصحيفة أساهي وهي إحدى أكبر الصحف اليابانية وربما عرقها ودعا لهامش زيارة رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا لمصر خلال الفترة من 29 أبريل إلى الأول من مايو الجارب كمان صرح المستشار أحمد فاهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الحوار الصحفي تطرق لعدة موضوعات منها العلاقات المصرية اليابانية الوثيقة والتعاون ما بين البلدين في تسوية القضايا والأزمات الدولية سواء الأزمة الروسية الأوكرانية أو الأزمات الإقليمية الرهينة كمان الرئيس أكد حرص مصر واليابان على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات وأشهد كمان بقوة العلاقات ما بين الدولتين ومؤطر التعاون القائمة بينما في مجال التنمية وهي مجالات كثيرة ومتعددة كمان نوه الرئيس إلى التنسيق الجاري ما بين مصر واليابان في إطار رئاسة الأخيرة لمجموعة الدول السبعة في قمة للدول الصناعية الكبرى في الشهر القادم يعول عليها العالم كثيرا لإيجاد حلول وتسويات للأزمات الدولية القائمة والخطيرة وعلى رأسها كمان الأزمة الروسية الأوكرانية وتدعاية طبعا على أزمات الغذاء رمضة الطاقة والتمويل الدولي كمان أكد رئيس موقف مصر من الأزمات بالمنطقة وأشار إلى أن السياسة الخارجية المصرية تقوم دائما على رفض التدخل في شؤون الدول واحترام مبدأ السيادة وتسوية النزاعات بالطرق السلمية وعرض السيد رئيس موقف مصر من تطورات الوضع في السودان وقال أن مصر بتبزل جهود كبيرة لوقف وتثبيت إطلاق النار أولا تهيئة المناخ للحوار السلمي واستكمال مرحلة انتقالية وتجنيب الشعب السوداني الشقيق المخاطر الإنسانية المتفاقمة للنزاع وأكد كمان الرئيس على مبدأ سيادة الدول وعالم التدخل في شؤون الآخرين وضرورة دائما إيجاد الحلول السلمية للنزاعات القائمة وليس الحل العسكري اللي عمره ما بيؤدي إلى حل حقيقي ده أيضا يمكن أهم وأبرز ما جاء في حوار السيد الرئيس مع صحيفة أساهي وهي إحدى أكبر الصحف اليابانية على خلفية زيارة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا وهي الأولى إلى القاهرة والأولى إفريقيا وبيظهر طبعا وتكلمنا في هذه الزيارة على مدار الأيام الماضية أمية وخصوصية العلاقات المصرية اليابانية خاصة أن اليوبان بتسعى إلى إعادة تموضع عالمي بتدور على أسواق جديدة بتدور على منافسة مع الصين وفيش أفضل من القاهرة كبوابة لإفريقيا وكبوابة للعرب وكبوابة أيضا لمنطقة الشرق الأوسط وكان فيه رغبة ثنائية في تحويل العلاقات الحقيقة من ثنائية إلى علاقات استراتيجية هنروح أيضا في خبر مهم متعلق بالشأن الإفريقي تلقى كمان السيد الرئيس اتصال هاتفي من الرئيس الكيني وليام روتو وصرح المستشار سيد أحمد فهمي متحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيسين تبحثا حوالين آخر تطورات الوضع والأزمة في السودان إذا كمان توافقت الرؤى في هذا الصدد على مواصلة وبزل الجهود المختلفة للتوصل لحل سلمي وشامل ومستدام لإطلاق النار كمان التفقاء على دعم مساعي الحوار السلمي وستنفل مرحلة الانتقالية مما يؤدي حقيقة إلى تقليل من التبعات الإنسانية وأيضا حق دماء الشعب السوداني الشقيق وتجنيبه المخاطر الهائلة للنزاع على كل المستويات وكمان تحقيق التطلعات اللي بيصبوا إليها الشعب السوداني في مستقبل آمن ومستقر وحقهم في بداية أيضا مسار للتنمية والبناء كمان أثناء الاتصال كان هناك مناقشة للعراقات المصرية الكينية الثنائية وسبل أيضا تطويرها على كافة الأصعادة خاصة فيما يتعلق في الشق التجاري والشق الاقتصادي وكذلك زيادة الاستثمارات المصرية في القطاعات الحيوية في كينيا ودعم جهودها في عملية التنمية كمان فيما جاء في البيان أنه رئيسين اتفقاء أيضا على مواصلة التشاور والتنسيق إلى الفترة المقبلة في عدد من الموضوعات المهمة والتي تحظى باهتمام الجانبين ومنها ما يتعلق بتدعيم العمل الأفريقي المشترك في ضوء طبعا الدور الريادي لمصر والحيوي أيضا لكينيا في هذه الجزئية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر